اشتركوا في القناة في الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة كما كرم رئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أسر شهداء ومصاب العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة خلال احتفالية عيد الفطر المبارك وكرم رئيس السيسي أسر الرائد الشهيد أحمد بسيوني حسن الرائد الشهيد حسين جمال عبد الرحمن الرائد الشهيد محمد مظهر أحمد مساعد شهيد إيهاب فتحي محمد رقيب شهيد جمعة رجب إسماعيل عقيد شهيد محمد عبد المنعم عبد الرؤوف عقيد شهيد أحمد محمود محمد أمين شرطة شهيد حمادة صبحي رمضان أمين شرطة شهيد عيد يونس عبد الحميد وأخيرا أمين شرطة شهيد محمد محمود عبد الله والتقط سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صورا تذكارية مع أبناء شهداء الجيش والشرطة وكذلك مع عدد من الفنانين خلال احتفالية عيد الفطر المبارك ووزع رئيس عبد الفتاح السيسي الهدايا على أبناء شهداء الجيش والشرطة وذلك خلال الاحتفالية وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الجمعة في عيد الفطر المبارك وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وكانت دار الإفتاء المصرية قد استطلعت هلال شهر شوال لعام 1444 هجرية بعد غروب شمس يوم الخميس 29 من شهر رمضان المبارك الموافق العشرين من أبريل عام 2023 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الممهورية وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر إبريل لعام 2023 ميلاديا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريا مشاهدين كانت هذه تغطيتنا الخاصة باحتفال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبناء الشهداء من الجيش والشرطة وأسرهم المشاركين في الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء